تعالوا نشوف بقى نموذج حي وعملي وواقعي من لجان الثانوية العامة على إنجازات معالي وزير التربية والتعليم المزور محمد عبداللطيف المصر اليوم بتقول طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان التفاضل والتكامل اليوم لشعبة علمي رياضيات الكلام ده النهاردة الصبح ايه اللي حصل يا جماعة في القصة دي الأول إنه ده امتحان التفاضل والتكامل للسنوية العامة عايز أقول لحضرتك إن ده الامتحان الثالث اللي بيتم تسريبه في عهد محمد عبداللطيف ده الراجل ما شاء الله ما كملش أسبوعين ثلاثة وده الامتحان الثالث اللي بيتصرب في عهده اتعين محمد عبداللطيف وزيرا للتعليم خلفا للدكتور رضا حجازي يوم تلاتة سبعة الفين اربعة وعشرين ومن وقت تعيينه اتصرى بامتحان الكيميا والجغرافيا يوم ستة سبعة الفين اربعة وعشرين وبعدين اتصرى بامتحانات الجولوجيا وعلم النفس والجبر والهندسة يوم عشرة سبعة الفين اربعة وعشرين وبعدين اتصرى بامتحان التفاضل والتكامل في تلاتتاشر سبعة الفين اربعة وعشرين اللي حضرتك شايفه قدامك دي شهادة مش عارف شهادة ايه ده ده لوحة العار ما تنفعش تبقى لوحة الشرف ما ينفعش نقول على الكلام ده إنجازات لكن لو حضرتك حد سألك ايه رأيك في وزير التربية والتعليم قل له المعلم في خلال تقريبا عشر تيام اتصرب في عهده ثلاث امتحانات او يمكن اكتر احنا بنتكلم على كيميا وجغرافيا ادي اتنين الجولوجيا ثلاثة علم النفس اربعة الجبر والهندسة خمسة والتفاضل والتكامل ستة اتصرب في عهده ست امتحانات في عشر تيام يعني بمعدل مش عارف كام امتحان في اليوم حاجة عظيمة جدا وزير عظيم يا جماعة كفر الراجل ضارب شهاداته الراجل ضارب الدكتوراه بتاعته ضارب الماجستير بتاعه الراجل مزور شهاداته وبالتالي ده امر طبيعي جدا إنه التزوير والتسريب والفهلوة وان الناس تاخد حاجة مش حقها ينتشر في عهده بالسرعة دي ما هو اذا كان رب البيت بتدف ضارب فشيمته اهل البيت ايه الرقص فالجماعة عارفين ان راس التربية والتعليم راجل مزور راجل واخد حاجة مش بتاعته واكل حق مش حقه فالعيال يعني قلبها ميت خلاص ما هو الوزير بتاعنا كده طب احنا ليه ما نعملش زيه عشان كده بقول لك مشكلة وزارة التعليم دلوقت يا معالي الوزير فيك انت انت نموذك سيء للأولاد انت بتحرضهم على التسريب بتحرضهم على الغش بتحرضهم على الفهلوة بتحرضهم من هم يأكلوا حق مش بتاعهم يأخدوا حاجة مش بتاعتهم وولدة السيد سيء الذكر قالت له يا عبد الفتاح ما بصش على الحاجة اللي في ايد غيرك انت بصت على الحاجة اللي في ايد غيرك يا معالي الوزير رحت شفت الشهادات اللي في ايد غيرك وضربت شهادة زيها رحت شفت الماجستير اللي في ايد غيرك وضربت شهادة زيه وطلعت مزور وكذاب وقفاق في الآخر فالأولاد طلعين زيك الأولاد بيخلفوا نصيحة ولدة سيء الذكر بيبصوا في الحاجة اللي في ايد غيرهم يعني بيغشوا يعني بيصربوا ليه لان سيادتك رمز وايدل للقصة دي فبرافو معالي الوزير تعالوا نشوف النهاردة ايه اللي حصل في امتحان التفاضل والتكامل الامتحان السادس اللي بيتم تسريبه في عهد وزير التعليم المزور محمد عبداللطيف يمكن الناس اللي اتفرجت علينا الاسبوع ده والاسبوع اللي فات تكون شافت التسلسل الزمني ده قبل كده احنا مش بنعيد حلقة سابقة ده مش مقطع من حلقة من الاسبوع اللي فات ده مش مقطع معاد من كلامنا عن تسريب امتحان الكيميا او الجبر او الهندسة او الجيولوجيا او علم النفس اطلاقا ده تايم لاين او تسلسل الزمني النهاردة حصل النهاردة الصبح في عهد الوزير المزور تسريب امتحان مادة التفاضل والتكامل قرار 24 آلة الساعة 8 الصبح 8 و 7 دقايق طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان التفاضل والتكامل 48 التعليم تتابع وصول اوراق اسئلة التفاضل والتكامل الى لجانة الثانوية العامة 2024 الساعة 9 و 6 دقايق شاومينج يحرط طلاب الثانوية والمراقبين على تصوير امتحان التفاضل والتكامل وبيقول هنخفي البركوت 9 و 55 شاومينج يزعم تداول امتحان التفاضل والتكامل لطلاب الثانوية العامة ووزارة التعليم تحقق الحمد لله انهم منافوش للاول بعدها الساعة 10 و 13 دقيقة التعليم تتوصل لهوية مصور امتحان التفاضل والتكامل الخاص بطلاب الثانوية جاري تحرير محضر 10 و 31 التعليم تتحدث عن اتخاذ الاجراءات القانونية ضد طالبين حاول الغش بامتحانات الثانوية العامة السؤال الذي يفرد نفسه هنا هو حضرتك كل مرة بيحصل نفس الكلام انت ليه ما بتأمنش قبل ما يحصل يعني ايه؟ يعني انت وزير تعليم في 10 ايام 6 امتحانات بتتسرب بنفس الطريقة انا قلت من شوية دي مش حلقة معادة يعني انا اتكلمت على نفس التسلسل الزمني ده في خمس امتحانات قبل كده فهو سيادتك بتعمل ايه؟ يعني انت عندك كاميرات مراقبة وعندك رؤساء لجان وعندك بتقول لأولياء الامور في الاول ان انت مراقب جروبات الغش وعندك لجنة مكافحة غش الالكتروني حضراتكو بتعملوا ايه يا جماعة؟ معلش انا اللي افهموا ان الجماعة دول موظفين بياخدوا فلوس ويمكن بياخدوا overtime وبياخدوا بدلات وبياخدوا مش عارف كده لانه هم بقى لجنة مكافحة الغش فقاعدين بقى كل واحد على جهاز ايوة احنا عارفين شاومنج اه وبعدين في عشر ايام ست امتحانات انتو بتعملوا ايه يا جماعة؟ انتو بتعملوا ايه؟ بتمنعوا ايه؟ ايه الاجراءات اللي خدتوها؟ اصل الوزير صرح او بعد ما صرح الامتحانات بتتصرب طب يبقى وزير فاشل يعني احنا كام امتحان طب هي النسبة المقبولة قد ايه؟ يتصرب مثلا في عشرين يوم امتحانين؟ مثلا يتصرب مثلا في الشهر بتاع امتحانات السنوية العامة خمس امتحانات يا سيدي؟ يعني النسبة كام؟ انا بكلمك في عشر ايام انت بتتكلم على ست امتحانات يعني نسبة كبيرة جدا ستين في المئة من الامتحانات تتصربت تقريبا يعني لو هم عشر امتحانات حصلوا او يمكن مئة في المئة يمكن اصلا السنوية العامة مش كل يوم يعني فيه فرق في الاياب فيمكن كل الامتحانات اللي تمت تتصربت فنسبة تسريب امتحانات مئة في المئة طب الوزير ده بيعمل ايه؟ بياخد فلوس على ايه؟ بيشرف على ايه؟ بيرائب ايه؟ الناس اللي شغالة معاه بتشتغل ايه؟ ماهو ده سؤال برضو ما اصلا انت بتتكلم في مصير ولاد في مستقبل ولاد حضراتكو اللي بيمتحنوا بلوقتي في السنوية العامة الولد بيقعد زاكرة او البنت بتقعد زاكرة بعين فيه ناس بتصرب امتحانات ووزير تعليم اصلا مزور مش عايز اقول مش فارق معاه بس هو فاشل مش عارف يعمل اي حاجة اشتركوا في القناة